في ملف الحكومات المحلية كشف مصدر مطالع عن الموعد الجديد لجلسة مجلس محافظة كاركوك للتسمية المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما بضغط من رئيس مجلس الوزراء وقال المصدر أنه بعد حسم ملف ديالا يضغط رئيس الوزراء استكمال ملف كاركوك ولن يطول الأمر أكثر من أيام وضح أن مجلس محافظة كاركوك سيجتمع خلال الأيام المقبلة ولن تتأخر الجلس أكثر من 72 ساعة وهناك اتفاق على تدوير منصب المحافظ بين الكرد والعرب مشيرا إلى أن توزيع المناصب الأخرى سيكون بواقع نائب رئيس مجلس المحافظة للتركمان ونواب المحافظ واحد للتركمان الشيعة وآخر للحزب الديمقراطي الكردستاني